اشتركوا في القناة انا ماما انت مش فاكراني انا ما صفحت ازاي ما قولتك سيب البنت انت مجنونة ولا ايه ايه بعديدك عنا انت عايز تخطف بنتي ان انا هجاب لك البوليس ده انا اللي هجبه لك سيب البنت انت اتمنى هترجح ان انا هودك في ستين دهية ايه انت باين عليك بفاق براسني سيب البنت ايه بعدي دي بنتي اعرف سايبينكو في الشوارع دي ليه انا انا دي بنتي انا 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 مرحبا ورأي تلاك تابا مبروك مرحبا أكل؟ مرحبا أنا تعشيد بره ومشكر جدي مبروك تسبح على خير طلعها لاحظة مساعدة مبتر مرحبا مبتر ورحمة الهدف مرحبا ألعب مبتر 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 طلقتها؟ طبعا طلقتها انت عايز نعمل ايه يعني ديني غير كده وانا ما رحت النديم فاخر دا لقيته جاي بسي في الاعلاء عندنا كله بعارف ام الله رحمها وعارف هبويا وعارف علتنا كلها انت عامل ايه يعني؟ قم دي بقى ماريوم كده بلح والنديم يا حبيبي كمان بلح طب وبعد ايه؟ احنا كان في الضياع يا معنى في الضياع ايه؟ وانتو كنت في حتة تانية قبل كده غير انك كنت ضيعي مش كلفيا انا انا من الاختاها خليت نقت سنى سنى انت قلت قتل يقتل انا هقولها اتلت ان احنا مانزر واحد اتلت انت بتهيقل الكلام ما دين انا عشان احنا ورانا معاها اتلت لا انت قلت على فكرة قلت ان اختها كمان معرفش فيه يوعا الاختها دي انا اقل لك مئة مرة ما تجد لي السيرت اختها يا سيد انا بتنرف الزمان بسمع السيرت اركب اختها اختها بودم سردين! موسيقى أهلاً ماريمنت صحيح؟ طيب كويس أنا جايب لك مفاجه وراء الطلالك موسيقى يا ماريمنت أنا مبقى حشكيش كده أبداً موسيقى طيب حتى أسألي علينا ما أنتي خلاص كده ماريمنت صحيح؟ موسيقى 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 خير حضرتك في حاجة؟ لا 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 ما فيش شكرا شكرا أفنني لو سمحت عايزي أعبر بشمات مين حضرتك؟ دكتور حازم فيما عدي فنة؟ الحقيقة مفيش بس حضرتك قولي له الدكتور حازم وهو حيعرف ولو معرفش حضرتك قولي له جوز المدام السابق نا؟ حضرتك بس قولي له طيب بعد إذنك ممكن رقم تليفونك أو البزنس كارد حتى بتعرف أنا مش هسيب أرقام تليفونات وحقابله ودلوقتي طيب هو مش موجود؟ لا موجود وسألت عليه قبل ما اطلع وقالولي أنه هو هنا موجود ومشغول يفضع لي أنا مش حد جاي من الشارع ولا جاي أطلوب منكم خدمة أنا أستاذ جمع لو سمحت ما تعليش صوتك أعلي صوتي وأعمل اللي أنا عايزه لحد لما يطلع لي أنا حتصل بالأمن اعمل اللي تعمليه اعمل اللي بيزعها أهرة إزاك يا باش مهانت؟ أهرة وسهلة دكتور فضل أميرات سوفي فضل أهلا وسهلة أهلا وسهلة فضل هم كلمتينة باش مهانت؟ من غير ما تتعب نفسك يا دكتور رانع بنتك ومن حقك تشوفها في أي وقت عايز تاخدها عندك يوم يومين مية زي ما انت عايز إنما البنت تسيب ممتها وتعيش معك مش هيعز وانت بقى لحتحددلي جدوى الموعيد اللي حابيلها فيه؟ تشرف في بيتي في أي لحظة تخبط على الباب من غير موعيد يا دكتور رانع بنت زي ماها بنتك موضوع يعني أصغر بكتير من الأزمة اللي معمولة دي الأزمة اللي عملتها ملك واللي هي ما قلتلكش على محضر التحرش اللي خلت طالبة عندي تعملهولي عشان تسوى سمعتي عموماً الطالبة اعترفت بكل حاجة ولا من الحقيقة بالفضيحة تعمل فضيحة لمين يا دكتور؟ يا ريت حضرت تقولها إن اللي حصل ده غلط ومي صحش أنا في النهاية أبا برضو وأبو انتهى وسمعت انتهى من سمعتي اسمعني كويس يا دكتور المشاكل الكبيرة تظهر عشان خطر رانا أهم حاجة في الحكاية لبنته مش كده ولا إيه أسيد يعتبر إن ربنا تدهى أبين مش أبو واحد يشرفني ويسعيدني يتنورني في بيتي قريب ونتكلم في كل حاجة وكمان رانا تكون راجعت وخفت بإذن الله راجعت من إيه؟ أنا مورتلكش 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 إن ريتشارد اللي بيحمي الوادي اللي كانت مستخبية عنده يعرف حد من الجاردات تابعي وأنا قعدت معاه وعملت معاه قعدة صلح ورسيت منه على كل العبارة هي هربت فعل ومش عارفين مكانها والأنقح من كده يا باشا إن الوادي اللي كانت عنده ده بيلعب في البودرة علشان كده نقل مكانه أول ما احنا وصلنا لطريق بس أنا زي ما قلت لسعادتك في الرسالة رائبت داليا لحد ما عرفت عنوانه الجديد موسيقى هي البلد فيها ناس حقيرة ولجم تنضف منها موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ما فيش حد تاني هيعرفها أخت ملك تبقى أختي وملك مراتي بحبها وهفضل أحبها تتعارفة أنا زمان كان نفسي يبقى عندي أخت سر يكون معاها اشكيه همومها واحكيلي على مندي لما جاوزت ملك انبسطت قاونك موجود واعتبرتك أختي فرحت قاونة عندي عيلة عندي كيش فكرة ببقى مبسوطة قدقية ومالك قاعدة على يميني وانتي ورانا قاعدين على شمالي ما فيش أحلى من كده عن إذنك لازم بروح الشوق أفدنا عايزة تمشي؟ تسافري طيب تروحي الملك؟ طيب تروحي الملك؟ هي كالنفساتي بيبقى خلاص طورة نحق يسلم تسكرة استوعديني لما ارقالي في صوتك أخوك يكون أول واحد يسمع صوتك بعد يسلم موسيقى يحبس المتهم عبد الحميد عادل عبد السلام وشهرته مودي أربعة أيام على زمة التحقيقات ويراء عليه التجديد في المعد القانوني يرسل الحرز المشتبه في كونه مدة الكوكايين المخدر للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ويطلب المقدم شريف حافظ لجلسة التحقيق باكر موسيقى طب والله والله أنا ديك بي ولا ليك عليك حلفان أنا كان نفسي أفتخل من أسبك وأتفاشخر بيك يعني يعني مثلا تجيني بيتي تطلبها مني بيتي أيوة ما عرف بصصك شوية كده وقلبها في دماغي وفجأة أروح قاين واخدك بالحض وقولك مبروك يا ابني ربنا يا سعدكم أنا ما هعمل إيه بقى بنت أخويا هعمل إيه هي اللي يلا أمهرني يا فنن طلبات حضرتك إيه أنا مليش ترباء أنا عاوز حق ربنا اللي هو إيه يا فنن شوف ساعتك أنا أخويا اللي أرحمه كان سايب حوالي تسعتاشر تسعتاشر ونص ولا عشرين مليون جليل سهل بعد إذنك مفيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيلة يريد تقولي طلباتك ببساطة بقى أنا عارف ساعتك إن وقت ساعتك مش ملكك أنا عارفة كويس قوي بس يريد برضو تاخدني بالراحة كده عشان أنا لازم أفاهم ساعتك الموضوع من أساسه عشان تبقى أنا نور برضو مالوش لزوم يفهم بيه خلاص إحنا بقينا أهل قولي طلباتك وانا في زهالك هو ساعت البشر بيقول اللي العام يارس التلت والبنتين كل واحدة فيهم التلت يعني تقريبا أنا حب نصيبك هنا حوالي يعني ستة مليون وشوية فكة بس شوفت بسيطة إزاي؟ والله بسيطة 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 يعني بس هي بنت أخولي بقى اللي حب تخلي في الشارع فزورت في الورق وعشان تحرن من الحقيق يا خلي حرك مستريح تفضل 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 فن تفضل سبع مليون جنيه كويس يا سلام يا سلام عليك والله يا عمر نظرتي ما خيبت فيك قبلا ابن قصول صحيح فاهمي بيه مريم ملك ولاد أخوك يعني ولادك والبيت بيتك تشرفني في أي وقت ربنا يا سلام وخليك يا شيخ ربنا يا دين معروف يا فاني وإن شاء الله من بكر الصبح عالمحكمة جريح خالي المحامي يتنازل إن شاء الله مريم 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 فلا وأخرج فلا mica اشتركوا في القناة موفقش ليه الوردة موفقش ليه يا بني الرجل عارف ومتأكد ان امراته مزورة ايوه في خاف عليك تتفضع بعت جابني وقال لي اللي انت عاوزه ورح مديني اللي انا عاوزه وقال لي يا ضر ما دخلك الشر فهمت موفقش ليه بقى انت فاكر ان هو عمل كده من وراه ابدا وهي المشكلة هي تعرف ولا هي ما تعرفش المشكلة انت ازاي توافق اه اه اوني كيا نادية نعم ماشي الوردة من قدامي عشان ده هيعصبني وحتجيني بالبنياف مانا خير وحنطول يا ابني يا ابني ويرفض ليه يرفض ليه ده حقنا وعدل ربنا عادل ربنا انتو شايفين كده ايوه انتو شايفين ان ده عادل ربنا اه ايوه ايوه يالا يالا ابوك دلوقتي معافلو واستعيشنا ملوك العمر الكل وتوزي بقى في الباقي احنا منى توزي في الباقي؟ طيب ومريم يا بابا مريم بنت اخوك اللي انت خايف عليها وعايز تجيب لها حق اهم نختها المفترية احنا ملا بيها تطلق ما تطلقش تتهبب ما تتهببش مريم خلاص شلها من دماغك خالص خلاص مريم خلاص ايه لا اذا ايه لا اذا جاتلك لحد عندك وبكت وققتلك طارق ارجوك يا طارق اتجوزي في الحالة دي بس هقولك طارق يا ابني انتكي لع الله واتجوزها ليه لانها برضو مهما كان بنت عمك لحمك ودمك واللي هم منها طالق الموضوع فوق دا كله يعني ساعتها اتطلب الارشين اللي هيش عليهم اختها والL hystinn الخير خرم مه ومه طارق يا ابني ستنى رايح سيريت منه سيريت منه مه أهلاً وسهلاً أهلاً بيك يا فاندر أهلاً وسهلاً سيك أين أتفضل؟ طبعاً أنا آسف جداً إن أنا جيت لك من غير معاهد إيه يا راجل، اتفضل، اتفضل أهلاً وسهلاً، ده بيتك أهلاً بيك يا فاندر أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كله كويس أنا شفت الوالد النهارده حيي؟ حيي الحقيقة أنا جاي عشان أقول لحضرتك إن أنا جات لي ميسج من ساعة ماريام بتقول لي فيها إنها سافرت هي لسه هتسافر؟ لا يا فاندر سافرت لا أنا لسه كنت بحاجز لها النهارده أستاذ نديم ماريام في بيروت فاندر؟ على فكرة هي بعت لحضرتك ميسج على موبايلك بتقول لك فيها إنها هتسافر لا أنا ما عنديش ميسج جداً ما هو واضح جداً إن حراك ما شفتهاش عشان كده هي طلبت مني إن ناجي وأبلغ حضرتك آه فيه ميسج فعلاً حضرتك عندك فكرة هي بتعمليها في بيروت؟ كل اللي أنا عرفه إن هي سافرت ومش راجعة لمصر تاني خلاص قررت إنها تعيش على طول في بيروت مع خلتها شئلت لك بيتزا أسرع بيتزا هي أعملت ما طالب سوشي جداً شوهو هيكي على طول طبعاً مسيكاً مسيكاً أنا مش لحتة دي لحد ما السوشي دي ما باكلش البيتزا أعم ما باكلش وبعدين دي مارجريتا أبو ليش؟ طالب أمصوشي بس أمصوشي بسي بيقول لك إيه أنت ملك محلوية أو المندر كده ليه؟ ما تجيب تلتونيج جنيه؟ ما أنت جيبك مليان فلوس قد كده وبعدين إنت مش لسه باعد دهب اللي إنت غلقته من الولاية إياها؟ آه ده إحنا جيبنا نقطة نقطة أخو منك تلتونيج جنيه تمن الأكل ما أنت بوك بديك فلوس قد كده؟ مين فينا اللي بينوئي دلوقتي؟ يا شيخة خش يا ابن انت هاشوفوا ليه جوه؟ لا يروحوا فيه؟ يروحوا فين يا فندا؟ هلوضح يا فندا محلوك لما يتفهم الموضوع غلط يعني أنا خالد ليس يا فندا؟ لا لايه في السياسة ولايه في الزيب يعني لايه في أي حاجة شمالك الحاجة دي ماليش فيها يعني يا فندا بدي أزاس خمرة تقدر تلاح حشيش الوقت ده مسلا كان بيشمل مشوية قدرة بس يا ابن اللي أخي البيت إيه مبس؟ تتباش حبيبي اينا يا باش هل باجا عند الحضرتك يعني أعمل محضر وتنزل عليها فكرني إن كده يا باشا فينك دهب يا ابني لا دهب إيه? دهب إيه? دهب المسروع يا حبيبي اللي انت عمالت بحفيه ومتبلغ عنه لاّا والله العظيم يا فندا من ما فعنا في حاجة دهب إيه وبيتو Velha ه 채ع relikum يا الحاجة من رحقتك بطngوله اعطيق كل ببيت عمش كل حاجة فالنياب يا chبيبي عمش تعرف كل حاجة فالنياب يا فاندي محضرك يا فاندي محضرك يا مريني ده لله مش هتبق قضية الدهب بس هرزولي كل حاجة لهو لا كل حاجة يا فاندي محضرك يا أصلي دعالوا خدوه يا فاندي محضرك فاندي محضرك فاندي محضرك خلط اشتركوا في القناة انا اجي عاني ما كانتش من الصبح هات اي حاجة والنبي انا اجي عاني ما كانتش من الصبح هات اي حاجة طب هات سجارة حد يا موف يا امر طب اجي معك اجي معك انت امر اوي كده برضه طب متشكرين لك اوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 تبقى بنت بنت مرات الراجل اللي لك اتبشار عنه مين هي دي بقى؟ ملك الجرح هي اللي قالت لك تقتل؟ والموضوع اللي علاقة برجو الأعمال مهمة اللي هي متجوزين اللي هو مين؟ النديم فخري متعندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول اي يا سامي عشان تعمل بلبلة وتضيع وقت؟ لا يا فندم لحضرك انا اللي اعترفتلك ان انا اللي قاتل بس مش لوحدة ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجة وبعدين حضرتك عايز نص الحية اول الحية كلها ملك الجرح مش معقول مش معقول اهلك 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 اهلا اهلك اهلك اهلكة الآن اي آيا تبا فمفاجئة مفاجأة د सيا في الدنيا suspects وحشتيني 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 وانت reporters حشتيني انتم تعمل ليه ما قلت ليش هاي جارك من مطار قلت اجيلك على غافة هشوف بتعمل اي من براي اعمل اي وليه يعني قاعد بفكر فيك واي الحلوة دي ايه حلوة دي فغير فغير طبعا اهلم يا رائح اهلم يا رائح وحشتيني وحشتي بابا خوفي انا عمراك مفجأة ايه بقى؟ انا خفيت يا روح قلبي مبروك مجد يا نديل الحمد لله كل التحليل طرعت ناجده حبيبي خف بعد رحلة عذاب يعني لكني ثرب اللي كان هنا عمل مفهوم كل اللي كانت رقل كده يا روح قلبي مبروك يا روحي يا روحي دانتو جايبين اخبار حلوة بشاك لازم نحتفل دا لازم نحتفل طبعا لازم نحتفل دي رانا تعالي حبيبش اكيد قطك وحشكي قوي فوق صح؟ تبلا سبقيني على فوق لها انا هعصلك اوكي ملوكا رانا خفت بجد؟ والله خفت دكتر قال لي انه نسبة شفاها تسعين فلمين مع ترحلة العذاب دي الحمد لله الحمد لله انا تخضيت لما قلت لها طلعي قطك ما انا ما كنتش عايز اقولك قدامها ان انا كلمت بابا وبلغته طب كويس وكمان انا طلب انها تقعد عنده كم يوم اصلا ما حبتش اقوله او لا اقلا مسألك الاول يا امبال يا روحي تروحي طبا بابا اصلا ما بحبش اخد قرار في حياتي او في حيات بنتي من غير من رجعلك انا بجد بحبك انا بممت فيك ايه الحلاوة دي انا كنت وحشك لها الدرجة دي جدا كنت وحشني جدا انا بحبك قوينا دي مجنونة بيك المشوفة ا Precis� Gefühl طب منيني عليها صدق ہے بتقول ايه حاجة غريباء اي któ Сейчас ابعتلها الفلوس على باروت مومالو نبعتلها انت عارفة نعمل ايه كمحل تخلاصدلوا وارنا ونطلع باروت نعمل شهر عسل جديد ايدر جدت امم واران اين ثاني؟ ونرجع بيها واحد رجعين سا ما عرفش هي عملت كده ليا أنا كمان فجأت مجنونة واختي وانا أكتر واحد عارفها بس طيب بتحبك أصلي يعني قلت لنا بتحبك زي أخوها عشان كده حكت لك على موضوع الليسي إلا أنا كنت مخبي عليك بقولك يا روح مم ما تبيش تخبي عليها حاجة تانية هو أنت تتني فرصة حبيبي وتخطفتني خطف وبعدين ما أنت كمان تلاقيك عندك حاجات كتير أنا ما عرفهاش أنا كنت مخبي عليها حاجة هقبل هالك كلها هعجيلك واسمعك بس بعدين دلوقتي لا وقت للكلام ملك حياتي محمد الله على السلامة الله يسلم إيه مفجأة التحفة دي شكده؟ وإيه ده إيه ده إيه الحلاوة دي شوفت إيه أنت غير الجامد ده نورتي مكتبك مرسي يا نوح أحكي لي أخبار مستن نديم إيه؟ وإنتي بعد الجواز؟ لا أنا ممسوطة قوي طيب الحمد لله مالك؟ في حاجة؟ لا خالص بس المكتب وحشني قوي والشاركة أو أنتو طيب طامنيني بتطمينتي على رنة؟ والحمد لله أنه عندنا بنحاور طيب أنا زاواني بالزبط من السكافيكي بعدك لا 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 مش عايزة حيك عايزة عود شوية لوحدي لو سمحتي محدش يدخل علي إلا من دهلك خاطر كي كي أنا بقالي 8 ساعات باسمعك وأنا قلت لحضرتك كل اللي حصل أعظونا يا فندم ما فيش متهم اسحل مني يعني أنت مش معترف بسرقة الدهب اللي أنت بتقول إن الستة ديتهملك بمزاجها ومعترف إنك قتلت أيوة فندم لكن مش لي واحدي زي ما قلت لحضرتك ملك الجرح هي اللي وزيتنا عمل كل ده هاتها وسألها يا فندم وغيرت تجيب جوزها نادين فخر كمان وتسأله ممكن صجارة يا فندم؟ لا طيب اكتب يا ابناء تصلخ نسخة من التحقيقات وترفق بمذاكراتنا وتعرض على معالي المستشار المحامي العام للتفضل سياداته بالنظر والتصرف بشأن ما أسيرة عن واقعة القتل المشار إليها في أطرافات المددهب معيشة فندم ده معنى إي يعني؟ يعني إحنا هنكمل مع بعض قضية سرقة الدهب والسلاح اللي بدون ترخيص إنما قضية القتل دي احتمال ترجع للنيابة تاني اللي كانت بتحقق فيها مالك مالك في واحدة ست برا كده شكلها مريب وغريب وبتقول إنها عايزة تقابلك وتعرفك لا أنا مش عايزة قابل حد شوفي هي مين وعايزة إيه وتعلق ليه طب أنا عملت كده على فكرة وهي برضو مصممة وعايزة تدخل شوفي لها سكة يا نوع طيب حاضر أوكي إيه؟ إيه؟ إيجارة إيه يا مادام؟ إيجارة دوقتيني وعمل معرفة مكانك إيه ده إيه ده إيه ده؟ إنت مين؟ إيه ده أنا مين؟ هو أنت مش فاكراني ولا إيه؟ لا إرجع بالذاكرة الورا كده تلاقيني قاعدة على جنب فكاري بصي روح إنتي أنا أبعطلك رامي امشي روحي بقى نعم الله ينعم عليك بصي بقى يا حبيبتي أنا جاي أخد بقية حق اللي اتفقت مع وليدة الله يرحمه عليك وليد مين؟ وليد مين؟ انت شاء تستعبطش ولا إيه؟ وليد ده يا حبيبتي اللي اتفق معايا وقالي إن أنا أروح أضرابك عالقيت موت بس بحنية قدام شركة ناديم باشا وبعد ما خلص أطلق على بيته وأروح أقول له إن المادام بتاحته مادام راشا هي اللي وزاني عليك مم وهو وليد بقى هو اللي قالك إنه باتفق معايا أيوة يا حبيبتي وبأمره كمان إن أنا سمعت آخر مكالمة كانت بينك وبينه حتى بالأمره قلت له أنا نص ساعة وأكون هناك هقول لي السواق يمشي وابعتلي الناس عشان تضرابني افتكرت يا حلوة تفضل واحدة شكرا كان قلب حاس إن القضية دي مش تفضل ضد مجهول عايزك بقى تهيد لي كل اللي قرته لحمد بيه فتحي قبل القضية دي مستخرج من الحافظ شوف يا فندم باختصار يعني نعم أنا مش عايز باختصار أنا عايزك تحقي لي القصة بالكامل قبل ما نفتح محضر ونخش في سين وجين تحت عمرك يا فندم هحكي لحضرتك مساء الخير يعني سنوها مساء الخير يا أستاذ البشاير من فضلك كنت عايزك في كلمتين على انفراد نعم إيه ده مش فهم ياريت نتكلم لوحيين من غير ما تقول لحضرتك طيب أنا قدم فيها انفراد بقى استأذن أنا أسيبكو بقى والله يقول لك زو أطلب لك حاجة طيب تشبه هاي ياريت أنا عايز قهوة سادة وطلب لها لمون علشان يروأ دماء علشان هيتحرق تمن شوية طب ما نخليهم اتنين لمون والله يكون لك زو والله يقول لك زو انت هتهزر خبيبية قلبي والله يالا سأزينا كيف نشوف فرح نشرب شربات فرحك ربنا بريك لك الله يخلي ايه بقى احنا هخسرنا القضية نعم المغضية اللي كان رفعها فهمي على ملك اشتركوا في القناة